حالة من الانذار دخلت الفصائل العراقية على صعيد التواصل باستخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك عقب الانفجار الذي حصل في أجهزة البيجر الاتصالي في لبنان وهو جهاز نداء أليل ألكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز وكان متداول بكثرة في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفية وتستخدمه أحزاب سياسية وفصائل مسلحة لصعوبة اختراقه وفي لبنان ارتفعت أعداد المصابين إلى أكثر من ألفي شخص بينهم ثلاثة قتلى على الأقل بسبب تفجير الجهاز الذي تعرض لاختراق سيبراني وقد دفعت هذه التطورات الفصائل العراقية إلى توخي الحذر وإصدار أوامر عاجلة بإبعاد الأجهزة الإلكترونية وتقول مصادر الأمنية الرفيعة ليوني نيوز أن الفصائل المسلحة العراقية لم تسجل إصابات بين صفوفها لكنها دخلت في حالة إنذار خشية من الاختراق وأمرت عناصيرها بإخلاء المقرات من أجهزة الاتصال التي قد تستخدم للتجسس ومعرفة تحركات القادة وإتلافها مباشرة وتعتمد الفصائل على الإيرانيين في المجال السيبراني لكن طهران تعاني أساسا من الاختراقات ووفق المصدر نفسه فإن الفصائل العراقية أرسلت عددا من الخبراء إلى إيران للتدرب على استخدام أجهزة جديدة للاتصال ويمثل هذا الاختراق الأخير الذي حصل في لبنان جرس إنذار للفصائل العراقية لتجنب تكراره من خلال أخذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر المستطاع عن الاتصالات وإيجاد أخرى مؤمنة أكثر بشفرة أعمق لا يمكن اختراقها